موسيقى موسيقى مساء الخير مبدع مثقف أمضى سحابة العمر في ميدان الفن الجاد الراقي باكرا عشق المسرحة وأدرك أن شغفه يكمن فيه أو على خشبته درس ودرس وصار عميدا للمعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق قبل أن يؤسس كلية الفنون للأداء في جامعة المنارة في اللاذقية وبين هذه وتلك مسيرة حافلة بالعطاء إخراجا وتمثيلا إدارة وتعليما نال خلالها جوائز عديدة وكرس اسمه واحدا من المسرحيين العرب المحترمين الذين لم تجرفهم الموجات العاتية لتيارات الرداءة والسطحية وظل في خضم المأساة السورية الهائلة يقاوم بالفن والعلم والمعرفة بيت القصيد بيت المبدعين العرب يرحب بالفنان السوري المبدع دكتور سامر عمران أهلا وسهلا شرفت بيت القصيد أنا اللي بسعدني بيشرفني أنه أعد مع حضرتك شاعر ومثقف كبير تسلم الله خليك نعتز بوجودك وين حضرتك اليوم يعني بالمسرح بالسينما بالتلفزيون بالإخراج بالتمثيل بالتعليم وينك بالحقيقة هن كلهم كلهم يعني مع بعضهم يعني هن خلطة واحدة يعني بالحقيقة باعتقادي أنه المفترض أنه المخرج يعني يكون يحمل كل هاي السمات اللي بتأهله ليكون مخرج أنه يكون ذواقة يعني للموسيقى وللجمال بالمعنى الفنون يعني للأدب للكلمة للشعر يفترض أنه يعني يكون ملم فيهم كلهم يعني مع هيك وبالتالي يعني أنا كل هدولة حاولت أنه اشتغل فيهم لكن أنا بنهاية المطاف وربما في مبتدأه يعني أنا مخرج مصرح بشعر أنا أنه المصرح شغفك كما قلت بالتقديم كأنه هو شغفك الأول والأهم هاي حقيقة يعني من لما عملت تلك المصرحية بالمدرسة وإستاذك طلب منك بحلب يعطيك آه صحيح بده يخلص من شغبك قالك أنه تعمل مسرحية صحيح صحيح دهشت وسحرك سحرني هذا المكان هذا الجو هذا المناخ هاي الحب اللي موجود فيه هذا هاي الدفا اللي موجود بهوالة للبروفا يعني نعم بالحقيقة ايه وشحرت بأنه هذا هو المكان اللي أنا يمكن انخلقت من شان ولا ما كان عنها الوعي نعم بأنه يعني ما هي القيمة ما هي القيمة بالضبط بهذا المكان لكن نسحر يعني كل روحي فيه كل حياتي هيك شعرت بأنه هذا هو المكان تبدا نشكره للأستاذ يعني اللي دايع من والله وشغباتك وأو وجهك باتجاه المسرح بالحقيقة نحن كنا هيك شلي شباب نعم يعني مراهقين واغلاز وتعرف يعني المراهق بيعبر بشكل هيك متطرف ومراهقين يعني أنا أعتقد أنه هذا الرجل يعني له أنا بشكره ما بعرفه للأسف يعني هلما نذكر أي شيء هذا الحقيقة دي مكتير لكن كان من الذكاء بأنه عرفتي في يوجه هاي الطاقة المشتتة المشرذنة اللي ما إلى يعني قيمة بالمعنى الدقيق للكلمة أخدنا باتجاه أنه تعونا نشتغل مسرح يا شباب بالواقع هو عمل فوكس عليه حطنا بالمكان اللي لازم يكون فيه مفرغ هاي الطاقة وتتحول لطاقة يعني إيجابية إبداعية بتصور يقولي الشكر مع الوقت والزمن والخيبات والانكسارات وكل ما بتتعرض له بلادنا ومجتمعاتنا والإنسان الفرد هو بحياته الشخصية ما شغفك بالمسرح لم يخفض بالعكس زاد طبعا طبعا يعني أعتقد أن الفنون عموما يعني وربما المسرح خصوصا المسرح بصياغه العديدة يعني بما فيها الموسيقى واللون وإلى آخره يعني بس المسرح عموما يعني أعتقد أنه هو بيحيى أكتر بالكوارث يعني كلما كانت حياتنا أعقد وأصعب لربما يكون في مادة أغنى لتقديمها على خشبة المسرح حلو هالكلام لأنه برد على الناس اللي بيفتكروا أنه بالأزمات وبالمقاسي وبالحروب الفن ما له دور أو ما له طعمي مراته يعني هيك بالعرب الدارج هلأ بالحقيقة هي معقدة المسألة بهذا الجانب يعني حتى كمان من ظلم البعض من يلي كانوا يروحوا يشوفوا المسرح مش صناعه من الناس يعني يعني لربما هلأ المأساة بحال من الأحوال تجعل البعض يفكر بأولويات أخرى لها علاقة بولاده وطعمه أما المسرحي لا أنا أعتقد بأنه الآن مهامه يعني هو مطالب بالمهام الآن أكثر من أي وقت مضى لأنه الآن كلمتك إذا كان عندك مشروع يفترض أنك تقولها الآن أكثر وقت نحن بحاجة أنه يصنان عموما ليس فقط في المسرح لكن المسرح كمكان جامع كمكان حي كمكان طازج نلتقي فيه ليس فقط في لحظة الفعل الدرامي وإنما ما قبل هذا الفعل أي بلقانة مع بعض قبل الولوج إلى المسرح أو بعد الخروج وأخذ هاي الجرعة أو الشحن الانفعالي خليه مش هاما كتير لأوا تأكيدنا على كلامك أنا بلاحظ مثلا من متابعاتي أنه جل المسرح اللبناني أنتج وقدم في زمن الحرب اللبنانية يعني الحكواتي زياد الرحباني جزء من مسرح الرحابني يعني اللي بفترة هيك الأزمات رجاع الساف الأكتار نضال الأشأر وغيرهم هل هشيب اليوم بسوريا علاقة النص الإبداعي خصوصا المسرحي بما يجري هل في شيء شبيه ولا لسه بعد أنا ما بعرف يعني ما عملت هيك مقارنة ولا مقاربة يعني أنا يلي أظنه أنه هناك تجارب شابة وتجارب يعني لبعض المخضرمين ذات قيمة يعني ما قيمها فنيا أو فكريا لكنهم يعني قدموا ويقدموا ويحاولوا بالرغم من الظرف المعقد خليهم يسمي وتأكيدا على كلامك أستاذاهي يعني ليس فقط في لبنان حتى بأوروبا يعني في فترة الحرب العالمية يعني أفضل المسارح ولدت ومرحم الحركة السوريالية كلها كلها تماما وما بعد الحرب وإلى آخره بالتالي لا يجب يعني أنه نكون أكثر فعالية المشكلة أنا بالنسبة إلي عم أكي عن حالي هي أنه الحدث جائما أسرع مني في سرعة فائقة اليوم بما يجري بالحياة عموما بالكررة الأرضية معنا بالتأكيد أنه يعني كل ما بفكر بشيء بدي يساوي وببدأ بطلع يعني ببحث ساوي الخطوط الأولى وبعمل الأساسات للبدء بالبروفات والموضوعة والشغف وكذا وإلى آخره لما بدك تبلش تكتشف أنه صار ماضي نعم اختفى صار وراء صارنا بمحل جديد تسارع الأحداث تسارع أسرع مننا عم يكون ربما هون أنا عم أحيان حالي المعضل في مشكلة وبالتالي قد نلجأ أحيانا لأشياء يعني أنا ما نحاب بالجاء للهيك أنا صليت 3 سنين 24 ما عملت نسرحيه لأنه حتى بالفترة يلي يعني كان المأساة السورية بيعني بأشدة ما هيك صرت أحكي عن الحب وأنا واحد منها سوى أصدقاء أيضا هو تشتد الحاجة للحب لأزمة الحرب والخوف لأنه لأنه ما يجري أكثر والآن تعرف يعني هلأ وسائل التواصل موبايل يعني أنت فيك تساوي مشهد حقيقي رح نفصل أكثر يعني بأثر التكنولوجيا والمستجدات على النص الإبداعي خصوصاً المسرحي ولكن سمح لي يعني نذهب برفقتك ورفقة زميلتنا صحر حامد نشاهد ونستمع لجزء الأول من فقرة قطع وصل موسيقى بدي أسم عدد سنين عمري على الأيام لأعرف كم حياة عايش لهي الوصف فهو بنفس عدد الأيام كل يوم عندي حياة جديدة كل يوم فالأساسياتي تضل حالة يعني ما في شيء أساسي عند البني آدم بمبادئه برؤى برغباته بس الاكتشاف والمغامرة بالتالي كل يوم في حياة جديدة بصعب شي وجهته الحقيقة في الكثير شغلات بس يمكن بصفر بنتي يعني بغياب بنتي في هيك مثل يعني مثل بلاك هول صار بحياة البني آدم يعني هيك كأنه اجتزقت يعني مرحلة من العمر هكي كأنك هيكي أهويت يعني عرفتي بالحقيقة كتير كتير كانت مأساة بالنسبة لي بس يعني الحياة تمضى للأمام وهي موجودة ودايما يعني في مين يكون سندك يعني بهيك لحظات شديدة القسوة موسيقى لا جدوى الفن بالحقيقة شعرت بلحظات لا جدوى الحياة يعني عرفتي أكيد إجت لحظات صار الواحي يفكر بأنه يعني موش بس الفن الثقافة عموما للأدب قد يكون يعني كل التجربة الفينية فيه شيء ذاتي فيمكن إذا الواحي يفكر بشكل ذاتي قليلا يعني يشعر بأنه لا ممكن يمشي للأمام أما حتما شعر كتير لحظات بأنه يعني كلها القصة شوها مساوي يعني أكيد موسيقى لحتى أنفصل عن الواقع يعني ما بعرف أصلا إذا نحن بالواقع ولا بالحلم بكل الأحوال يعني بس إذا افترضنا أنه الواقع فيه آلام يعني بتصور بلجة لأنفصل عنه للموسيقى يعني عموما بكرة القدم هو خصوصا أنه أنا بالنسبة لي يعني كرة القدم المعاصرة تحديدا هي دراما يعني كنا بمرخلة يعني مرخلة الأداة دي وكنا يوميا تكون سوا بحنن له له ديك الفترة أكيد وبحن له دوك الشباب وبنلهم مرخلة بيعرفوا حالي إن شاء الله حلب تعود أفضل مما كانت رح اتطرق لبعض النقاط لأشاط الله ولكن أولا هل مريم بنتك دفعت ثمن تدفع الآن ثمن خلاف سياسي بينك وبين طليقتك الفنان ريم علي ولا يعني لا مشاكل بتصير بين أي ثنائي وبتوصل للانفصال لا أكيد أكيد الفنان المعارضة يعني ريم علي بغض النظر هلأ أنا ما يهمني هلأ هو بنتي إنه إلى أي حد يدفع الثمن نعم الأبن دائما يدفع ثمن أي خلاف الآخرين يعني أهله لهذا الطفل يختلفوا لسبب ما الخلاف موجود بين البشر يعني وتواجد أيضا هون من المستحسن دائما إنه يعني بهاي المؤسسة اللي اسمها مؤسسة الزواج إنه يكون فيه هناك يعني عقل يحكم لآخرين من أجل مصلحة الأولاد بالتأكيد فلما وجدنا بلحظة من اللحظات بإنه الخلاف قد يكون يعني الإنفصال هو أقل خطورة على مريم من الاستمرار يعني كمان هين ما معقول يعني ببيئة فيها شحنة سلبية فيها صرار فيها يعني فلا الصداقة تستمر ولو كان وبالأخير هي بده تستد يعني ستفهم الطفلة بالأخير كيف علاقتك أدام أمره وكيف علاقتك فيها اليوم؟ علاقتي فيها ممتازة بس لكن بعيدة جغرافيا بعيدة جغرافيا هي بأوروبا صلى الله سنين وللأسف يعني أنه الفترة اللي هي بكون فيها مراهقة يعني كان مفترض تكون بوجود أبوها لأنه يعني تعرف هذا بيولوجيا حتى يعني الأب يبقى هو الحامي والدستور والأمان إلى آخره فللأسف ما كنت موجود بالمعنى البيولوجي لكن أنا على تواصل معها أعتقد أنه هي تتهرب من التواصل معي أعتقد ذلك لأنه أظن أنه لما نتواصل عم تتألم فهي تهرب من هذا الألم لللحظة اللي ممكن أن نلتأ فيها إن شاء الله بالأسف المقسات السورية انعكست على كثير من العلاقات الإنسانية يعني بين أصدقاء وبين أحبة وبين أهل وإلى آخره سؤالي مش هون سؤالي نرجع لللي كنا عم نحكي فيه بهالمعنى أدي الفن ممكن يكون عامل وأنا بحي تأثرك يعني ومسيها بالخير لمريم ولريم أدي الفن وخصوصا المسرح كونه عمل جماعي أو الدراما عموما يعني ممكن يكون مساحة لقاء بين البشر وبين الناس مثل ما حضرك تفضلتني شوي أنا بالحقيقة يعني بالألفين وتسعة على ما أظن يعني كنا متفقين على الانفصال إنه مصلحة مريم هاي وبالفعل أنا يعني أخرت مكان آخر بيت آخر وإلى آخرين وكنت عم بدأت بالعمل على مسرحي لصاد الله والنوس يلي هي ملحمة السرح بدأت الأعمل كاستن وأعمل هيكي بدي ساوية مثل الوركشوب لحتى أختار الممثلين وطلبت إنه ريم تكون موجودة نعم وكانت موجودة بالوركشوب لكن للأسف إنه كل العمل يعني بلحظة من اللحظات ما سوا يعني بهالمعنى خلافك مع ريم سابق على الأزم السورية أكيد 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 مش بسبب نوباش عرض عابيرون اللي قدمته وحضرتك اللي فينا سميه هل بينطبق عليه من عروض الشارع يعني هو ده حديقة المعهد العالي لفنو المسرحية مجرى نهر بردة لماذا خارج الخشبة التقليدية على شايف حضرتك قلت كلمة إنه خارج الخشبة التقليدية المسرح بالأصل لم يكن خشب يعني لم يكن بهذا المعنى أنه المسرح الإيطالي المسرح الدائري الأوبرا إلى آخر هذا تطور للمسرح كان بالساحات وبالشبارة وبالتالي يعني أنا هذا الكلاسيك إذا بدك لا أنا بالنسبة إلي كمخرج دائما يعني واحدة من مهامي البنيوية البنيوية يعني هو إيجاد شكل يعني إيجاد صيغة يلي ستقدم فيها العرض من أجل إيصال المعنى يعني هذا عملي كمخرج هلأ إضافة لهذا الشي كمان لعلاقة مع الممثل كيف لأنه أنا مؤمن بالممثل بالعرض المسرحي أكتر ماني مؤمن بالعناصر الأخرى على العرض نعم وباعتبار أن ندعي أنه عملنا المفترض يكون يعني فيه مبتكر إن شاء ما نكبر الحجر ونقول إبداعي يعني فلازم دائما نبحث عن الجديد وبالتالي هي المسرحية بالأصل لميترلينك وهي المسرح الرمزي يعني اللي هي اسم العميان نعم لكن بعمق للمسرحية وهو يتكلم أنه كل حياتنا هي معظر يعني هي فترة اللي ذهب إلى مكان آخر بها المعنى أداء يعني أهمية أو ضرورة انفتاح العمل الإبداعي أنا بدي سميه إبداعي لأنه بعرف إيمتك الفنية والإبداعية ضرورة انفتاحه على الشارع على الناس على الإنسان مش بس الذي يأتي إلينا أن نذهب نحن إليه بالضبط تماماً 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 يعني المشكلتي مع المسرح بمعنى الأريك هي والخشبة كما عرفت منروح منقعد هيك منظبط حالنا وهذا تفرجونه شو عندكم يا شباب ومنعمل هيك منتهوى ومعرف شو لا وهلأ بنصور ناخد سيلفي هلأ يعني عرفت كيف؟ هلأ في بعض العروض تتطلب أن يكب على الخشبة طبيعة التقنيات العرب تتطلب هذا الشيء بلا بأس أنا أمحكي بالعموم أنا بالنسبة إلي المسرح هو لقاء هو مرسل ومتلقي وتفاعل بينهما كل ما استطعنا تقريب هاي العلاقة كل ما كان المسرح يعني مؤمن بمقولات صعد الله والنوس بهالمعنى هاي معنى إشراك المتلقي بالعرض نفسه لازم ما كتير أنا بحب يعني مسألة الرسمية العلاقة بيني وبين أنا دملك العرض يا خي أنا أنا جاي أنا هوني أعمل مؤتمر يعني هون في بني آدم من لحم ودم عم يقدم فكرة عم يعمل علاقة ثنائية بينه وبين شريكو في حدث عم يصير أنت لست فقط متفرج وتتلقف هاي المعلومات قادر أنك تلقف بمكان آخر المكان الجميل المختلف عن الفنون كله عن كل الفنون بما فيه السينما هو هذا المكان يلي أنا بشوفك من لحم ودم شو التعرخ اللي بيصير معك بنفعله بتنفعل معي حلو نفس العرض حضرتك قدمته في بلدة حسين البحر قرب ضريح المسرح الكبير صعد الله والنوس أولا يعني لماذا صعد الله والنوس وحسين البحر وثانيا هل يختلف يعني أو إلى أي حد يختلف العرض باختلاف المكان بيختلف العرض لكن إذا كان أصيل من السهل إيجاد حلول لألي نعم لما ساويته بالشام طلعت العميان معنين عميان كلا ياتنوا تاهوا بالغابة يعني نعم طلعتهم من نهر بردها على هيك شباك وأغصان ومشيتهم مع الناس ورطت العالم بأنهم يصيروا هنين دالين يعني صار البني أدم هو اللي يدلك عرفته وبالتالي صار هو الأعمى إذا بدك يعني ما عندنا عرف مين عم يدل مين مين بحسين البحر يعني يمبسطوا الشباب بالعرض بالشام وأنه في سنوية صعد الله وبيعملوا هيك مثل طقوس عندهم رغبة نروح فعملتها في مدرسة والمدرسة مفتوحة حلاوة المدرسة إنه ما إلا جدران وبدأت من يعني هيك بعض الأماكن بين بيوت الناس من رأتهم للعميان وعملت توقيت معين كتير يعني نجح وقتها لأنه كان مكان المدرسة في جرف مباشرة ومطل على البحر هيك مباشرة عن البحر فيعني حددت الوقت بالضبط يلي ستغرب في الشمس واخدت العميان وصلتهم بنفس اللحظة ونزلتهم بهاي ما خلف هاي الجرف مع غروب الشمس وأعتقد إنه يعني لها نكة أخرى اسمح لي أنا أمسي بالخير أهل حسين البحر لأني أعرفها مليح لها البلدة وزرتها يعني أثناء جنازة صعد الله والنوس الله يرحمه وعلى سيرة صعد الله والنوس يعني أتذكر أنا أتذكر فوراً فواز الساجر جواد الأسدي نائلة الأطراش هل تعتبر حالك محظوظ أنه كانوا يعني هذه الأسماء كانوا أساتيستك؟ قلوم بشكل فيه يعني مو بس يعني أنا أستاذي كان فواز ساجر الله الحمان وأيضاً بعد وفاته وبعد رحيله درست عند السيدنا إلى الأطراش وتخرجت على أيديها يعني ويعني بشان ما كتير أحكي على أساتيستي يعني بمن فيهم صعد الله والنس ما درستي بشكل مباشر لكن كان فيه كنا نتعرف كنا نهاجم ونروح كنا نتعلم ونعرف نسمع واش عم يحكم يعني أنا بالإدارة الأولى للمعهد العليف المسرحية سميت أنا اللي سميت المسرح الدائري كان اسمه المسرح الدائري سميته باسمه فواز ساجر أنا فواز ساجر والمسرح الإيطالي سميته باسم صعد الله والنس إن شاء الله ما بتنزعج من اللي بس لا للعكس تعي هاي اللي جزء من دايما منقول جزء من فريق العمل حتى في حتى سألني أنا على تويتر من مدي إنه لزمان ما باينت بالستوديو بتقول إنه صدمك رحيل فواز الساجر اللي تعلمت منه معنى الحياة بتقول حضرتك إلى هذه الدرجة ترك أثر فواز ساجر أنا بالنسبة لي يعني باعتبر العلم بالمعنى الحقيقي للكلمة هو بدأ في المعهد العرفة المسرحية نعم على إيدان فواز الساجر لأنه يعني من قبل ما كنت أشعر بغلا ربما نحن المسؤولين مش المدرسة يعني بس ما كنت أشعر نعم طالعا لكن لما انفتت على المعهد بالحقيقة كتير بدأت إنه آه في شيء يفتح العقل في شيء يفتح الأفق ما هيك وخصوصا أنه كانوا أسات زي يعني يحاولوا جاهدين يشوفونا لا ربما كمان نحن أكتر منهم نعم يحملون إيديولوجيات إنه يعتني قوة فطبعا في أثر كتير كبير لألون كتير كبير وراح يضل طبعا نذكر من رحل منهم دائما بالخير ومن يعني بقي بطول العمر وواضح شخصية عاطفية حضرتك؟ يعني تأثرك سواء لما عم تحكي عن بنتك الله يطول عمره هلأ عم نحكي عن فواز الساجر بحسك يعني هتبكي بعدش دمعتك دمعتك قريبة؟ هلأ هي قريبة كتير بس أنا موتي يعني حول الحلقة لا لا أنا عم بسهل بس نعم هلأ هكي نعم عم حاول صحيط لا حيطي ما بدك تقتلينه هلأ هه ايه خلاص هي بده تقعد هي بتقرر يعني كيف بده تقعد هلأ تقعد يعني أنا تعمل بالدايعة؟ تركها تركها هلأ هلأ من رايحك منها على لا لا ما عندي مش تليمها بالعب باختصار قبل ما نتوقف مع الاستراحة تجربتك بال يعني بمعهد يعني معهد العل في النور المسرحية الذي درست ودرست فيه ثم أصبحت عميدا له لسنوات عديدة يعني بالأول من 2002 إلى 2006 بعدين من 2012 إلى 2014 كيف هيك تنظر له بتقيمه؟ وحط له عنوين؟ والله هي أساس حياتي نعم هي الشيء البنيوي بحياتي وما جرى معي في هذا المكان يعني هو الجزء الأهم على ما أعتقد مش على المستوى الشخصي يعني وإنما على على مستوى يعني العمل الفني يعني أحكي بعرف قدية حضرتك كنت إنسان حر بإدارة المعهد ورفضت الوساطات واتعرضت للتهديد بسبب أنه يعني الطلاب اللي يجوا بدني دخلوا على المعهد بالواسطة كنت ترفضهم مهما كانت وسطهم يعني جاي من من يعني مواقع عالي خليني أقول بس أحبابت نفسك أكتر كمدرس ولا دارس في المعهد كعميد ولا كأحد طلابه المتعة اللي كانت موجودة ونحن طلاب نعم كانت لا توصف حقيقة لأنه في شيء يعني من الاكتشاف والمغامرة نعم مدهش لا ينسى على المستوى الشعوري وعلى المستوى العلاقة مع الآخرين مع دفعتي إلى آخرين بالتعليم التعليم أصعب يعني التعليم أصعب كثير نعم مسؤولية أكبر ربما أكيد مسؤولية أكبر لأنه يعني أنت بدك على الأقل أنا هيك بشوف يعني أنه في معايير علمية لابد من أن تكون موجودة وبنفس الوقت أنت عملك الأهم هو إكتشاف الآخر كما هو والبحث عن مميزاته هو وليست أنا ما أعتقده وهذا يتطلب بحث ويتطلب جلد يعني نعم لا تزال حتى اليوم تدرس في المعهد يعني نكرر معهد دماغش المعهد العالي للفنون المسرحي في دمشق يعني أعود إلى بعض النقاط ولكن سمح لنا نتوقف مع استراحة سريعة استراحة سريعة ثم نتابع بيت القصيد مع الفنان المبدع الدكتور سامر عمرا لك هذا أكل للكلاب شو كلاب بطلاب بوبي طعام مخصص للحيوانات الأليفة لذيذ صحي هو نتيجة ما وصلت إليه الدراسات والبحوث للأطباء البيطريين لك هتوفي بالعربية زينا تورجيني بالله؟ لا لا بالعربي بس عم يطبنوك إنه حلال بس أنا مبدل عم تلديك اللعبة تبعتيك المرة تبع إنه أجو إنه أنا بالوادي وأنتي بتنجيبتين قزيني آب نعم ما بدل ما بدل عم تلديك اللعبة إنه أنا ينجل حقيقة حدثوا الحيوانات منروح الحدثوا الحيوانات ومنتسلوا بحديقة حيوانة ما يصبح حديقة حيوان يكون عادين بيجي الدكتور وبيعادين حالة نحضن من القط وهو في الحالة نحضن من القط سعلي خصمت ديرا حقيت المسلحية مو أنا عازف خلاص آخر مرة من شاء الله شهرات ما تنتسلوا شهرات ما تنتسلوا مثل ابنة الواحد مصري ما يا ابنك في أم تدرك ابنة؟ حديثك ما أنا مسلية أبدا أنا أفكرار أنا بس كنت عم بسعي متخوفني متخوفني ما بتغير الموضوع ما بني أحكي مشي أنت أنجد غبي ما قالوا لي أنك تردت نجيت لهون ركب شكرا لك عزيز شكرا لك عزيز الخلود الانبعاث والحب بس بحيلك بس واحدة أختي يعني أو ممكن أنك تكوني أول حدا يشوف هموت المسيح المنارة البيضة بالأمور هاي أسطورة؟ هم؟ في حياتي ما سمعت فيها هلا طلعت برأسي إذا مشاهدينا نتابع بيت القصيد ومتل ما عم بتشاهدوا يعني مختلفات من أعمال ضيفنا الدكتور سامر عمران الكثيرون من يعني أهل المسرح هجروا المسرح إلى التلفزيون خصوصا على مستوى الممثلين حضرتك يعني شاركت بأعمال درامية التلفزيونية مهمة ناجحة معروفة شهدت بالعالم العربي ولكن لم يأخذك التلفزيون من المسرح من أين لك هذه الحصاني تجاه يعني سحر التلفزيون أو جاذبيته بالنسبة لكثير من العاملين في هالمجال؟ يعني أنا بالنسبة لي ليس ساحر على الإطلاق وإنما عقوبة إذا بدك يعني يعرفت كيف طبعا عم بالي غلق ببعض الأعمال عم أحكيه أنه العمل ليس بالسحر يعني الموصوف اللي نشوفه بالنتيجة بكل الأحوال لا شك أنه في بعض الأعمال أشترنا فيها يعني كان فيه متعة ومغامرة رائعة أنا بالنسبة لي يعني بشوف أنه بالعالم فيه إشكالية جديدة يعني عمرها عشرين خمسة وعشرين سنة هي موجودة في أوروبا كما هي موجودة في بلادنا وهي؟ وهي هيمنة أو سحق الهوية الثقافية تبع البلدان من قبل الولايات المتحدة المتحدة بكل بساطة بما يسمى العولمي والبرامج المستنسخة والنسخ بالشكل هي العولمي أمراكي بالحقيقة أكثر ما هي عولمي تماما هلأ أنا ماني يعني فيني بتفهم قوة بلد وعظمة أشياء بتساويها يعني فيه شي بالتكنولوجيا عم يعمل وعجيب بالطب الفلك إلى آخرين لكن يعني تشعر شعور أنا ما عم أحكي رأيي شخصي جدا لأنه أنا زني ما عايش فترة طويلة بأوروبا وبعرف طبعا درست حضرتك درست هونيكي بين ألمانيا وبولونيا وإلى آخرين وبعرف فرنسا وإيطاليا ومعظم الدول بتشيك فترة منيحة فبعرف الثقافات الأوروبية وبعرف كيف بفكر الأوروبية أتصور يعني تمت الهيمنة يعني ليس بالدبابة وإنما بهاليوود وبفنون عظيمة يعني أما انتمست الهوية فما بالك وأوروبا فيها تقاليد وفيها مسرح وفيها فلسفة من عندهم ظهرت بالالفين سنة الأخيرة يعني تنطمس حقيقة يعني أنا بحسين بأعطيك مثال بسيط في هناك مجموعة من الأفلام السينمائية اللي كانت تنتج بأوروبا المشتركة صحيح بحسين العولمي تمازج يعني ثقافات وهويات هيمنة هوية واحدة وثقافة استهلاكية واحدة واحدة وبالتالي أيضا نحن ندفع هذا ويجب تفاهم بأنه التلفزيون له مميزات مغربة هل نستطيع المقاومة؟ أنا شخصيا حضرتك تفضلت أنه كيف أنا حسنا نوقف وقول يعني أنا أفضل بشتغل بتلفزيون بشتغل بتلفزيون يعني لشان ما أبدو وكأنه أنا ضده طيب عفوا بس أنا أنا شغفي بمكان آخر طالما يعطيني ما أريده هذا المكان فأنا مستمر فيه من يتحكم اليوم بما يبث إلينا يعني بما ينتج من أعمال درامية تلفزيونية وهو الأكثر تأثيرا وانتشارا يعني سواء بالمناصات التلفزيون التقليدية مثل حالتنا أو اليوم بنتفلكس وشاهد وغيرها من منصات يعني لا شك أنه في قوى شخصيا إلا ما فيني بحددها بس أنا بالنسبة إلي يعني وأرجو أنه ما يفهم المفهوم الثقافي والفكرة أنا يعني مشان ما يتاخد كلامي وكأني مؤمن بنظرية المؤامرة وإلى آخره لأنه أنا بالنسبة إلي أحمق يلي بفكر أنه في شيء بيصير هيكة نعم بالصدفة مثل بالصدفة يعني لأنه أنا مخرج مسرح وأنا كمخرج مسرح لا يمكن تمر يعني لو بدي بالغ بالوصف غبراي ما كون أنا أتقصد مرورة ولها غاية محددة لا يمكن أنه لون ولا لباس ولا شيء يمر بالصدفة وأنا أعتقد بأنه يعني هي كل الحياة فيها شيء من هذا النوع الصراعات بالمنطقة هي ليست جديدة ونحن يعني كمنطقة سوريا والإبنان وهي المنطقة كلها يعني هي معبر لي مجموعة من الصراعات يعني بالعالم وبالصراع الحديث يعني هو بدأ من بداية القرن الماضي نعم يعني لا شك فيه يعني لا شك فيه والآن يعني عم يتواجد في برامج معمولة استراتيجيات وعلى ما يبدو عفوا شو هي المؤامرة يعني أنا بس هيك بدي أقول هي مصالح دول يعني مصالح الدول الكبرى المهيمين طبعا اللي بتقدر تفرضه على شعور المستضع فيه تماما 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 وهذا يعني السياسة هي هي هيك هاي السياسة ضبط والاقتصاد والمصاحب وعفوا بس لا أرجع يعني هيك بسط الأمور شوي بالتلفزيون بالأعمالك التلفزيونية أكتر أعمال بتعتز فيها أو يعني بتقول أنه اسمك فيها بيد هيك بيه بالحقيقة أنا توق مع المرحوم شوك الماجئي يعني كتير شعرت بأنه يعني أنا فعلا ما عم صور تلفزيون أنا عم اشتغل وكأني بالمسرح أو بالسينما بتصور يعني أكتر شي بالحقيقة في أعمال كويسة في أعمال ما نعرضت للأسف يعني أو نعرضت بتوقيتات كانت القنوات تشفر ومعارف إيش وصير وما بصير يعني فبعض الأعمال قد تكون ظلمت لكن هذا العمل أنا بالنسبة لي يعني علامة فارقة خلينا أنا بالنسبة لي نسمع الجزء الثاني من قطع وصل مع ساحر حامد لا سمح بابا أنا بالحقيقة علمني كتير شغلات أهم الأشياء اللي تعلمت منه لا يمكن الشراء والبيع يعني مع المبادئ تعلمت منه الكرم يعني ما في شي هيك كتير مهم أن يكون فقط لألك لحالك يعني لا أي شيء ممكن تكون للآخرين كمان فإذا الشهامة الكرام عدم التنازل عن المبادئ هاي كلا ياتا أشياء تعلمت من هذا الرجوع يعني بظن دائما عارفت شو بدي يعني يمكن بفترة المراهقة للواحد شوي هيك بتكون مشوشة الأفكار لكن عموما كان يعني كل رغباتي يعني مرتبطة بالفن إذا كان بشيلوا على أبو المسيئة أو بالمسرح يعني بالفنون عموما يعني كان هناك الطموح يعني كان هناك دائما الأفكار رايحة لهذاك المجال بظن إيه لكن دائما أعرف شو بدي يعني لما بحب بصبح حالي يعني متما أنا ما بتغير شي بدا دائما أنا بحب ودائما أنا حالي يعني ما بتغير إنه أتحول لرومانسي يعني ببضل حالي أنا بحب دائما عم حب بكل لحظة عم حب فبضل حالي ما أنا اخترت الحياة هي اخترت يعني مو أنا تقصدت إيجي عليها لكن يعني الشغل الفني هو هو يلي بظن غايتي البعيدة يعني عما بالنهاية يعني غايتنا كلاياتنا هي الحقيقة الكبرى يعني الموت هلأ هون ناس كبير متنوعية ومختلفين وعلاقتي معهم مختلفين بكل أحوال أنا يعني بتمنى إنهم دائما تذكروا إنه بأي شي بعطيه أو بقدمه يعني فأنا بقدمه بدون أي حواجز بقدمه من كل قلبي ويعني إذا بدون تذكر ما بعرف صباحي كي ظريفة يتذكروا وبكون يعني إذا ظريفة يعني الحب أهم شيء بالحياة يقدر الإنسان يعيش بدون حب يعني إذا شعر الإنسان إنه غير محبوب من أحد مشكلة هاي حقيقة بس بل بل يعني صير بالمنطقة نعم صرت أشهر بلحظة من اللحظات إنه في البعض من ما بعرف إذا إذا الواحد يعني تنطبق عليه التسمية الإنسانية يعني لكن صار في أشياء وحشية طبعا قد يعني يستغرب الإنسان إنه لا ممكن مش بس ما يبحب نعم ممكن يعني ما يكون الصفات الإنسانية بيحملها طبعا هاي الفترة في شيء اكتشفناه بقصوة الإنسان مانا مانا عادية يعني غريبة بحديقة حيوان بنيويورك بفترة من فترات بالستينات أعتقد كان فيه مرايه ومكتوب عليها فوق يعني أنت تنظر إلى الحيوان الأكثر وحشية في العالم أو الأكثر توحشاً في العالم يعني المرايه بتاع قصورة بيشوف حاله يعني إنسان فعلاً بيقدر يكون ملاك بيقدر يكون وحش الفن هون بساهم بإنه يخفف من توحش الكائن البشري؟ بالحقيقة بالمرحلة هلأ هاي كتير أنا عم أتمخص بهذه القضية يمكن هو يعني الأكثر جدوى بالفن هو رفع الذائقة والحساسية عند الناس عند البشر لأنه يعني إذا بنرجع للأداب والشعر والمسرح والسينما يعني إنه الحياة ماشية ماشية يعني إذا عملت مسرحية عظيمة وإلا عملت فيلم عظيم يؤثر كجزء من الثقافة لكن إذا بفكر الواحد فيها أنه هو بشو بيؤثر؟ هو بيبدو لي بيعمل أثر بالذائقة بالمدنية بالعلاقة بين الناس بالحب حضرتك من الفنانين اللي يعني اختاروا البقاء في سوريا في زمن يعني الحرب والمأساة لم تهاجر لم تغادر ودائما أنا بقول لما بيسأل ضيوف السوريين أنا لا أسأل يعني لا أدين اللي هاجر لأنه في ظروف يعني أنا بسأل يعني استفساراً وليس استنكاراً البقاء كان مع صبق الأسرار؟ طبعاً بدون أدنى شك يعني هلأ هي تسبق الأحداث أنا يعني يعني عندي مشروع من زمان لما سافرت أنا تركت البلاد يعني رحت ست سنوات بوقت بعد ما اتخرجت المواحد كممثل وقتها رحت عملت دكتورة بألمانيا ولا ببولونيا أول شي عملت دورة بألمانيا بعدين ببولونيا رهت دراست وكملت دراسة وكانت رحتك الجسد والفراغ تماماً تماماً يعني أنت رحت لترجع نعم رحت لأنه عندك مشروع تبنيه هوني أشعر كنت دائماً بتحس إنه لا يمكن أن يكون خارج سوريا هالمشروع؟ وارد البعض إذا عنده القدرة يعني نعم في فنانين كبار الله يرحمه مصطفى العقاد عمل بأمريكا بأمريكا نعم وعبر ربما أفضل مننا يمكن عن أفكار جواد الأسدي مثلاً موصف مشروعه خارج بلده العراق طبعاً طبعاً وارد وارد الفن فن بس أنا بالنسبة إلي أشعر بأنه لدي ما أقوله في بلدي هذا كل عمري يعني لدي عندي المشروع أنه أنا عندي إحساس أنه هوني بحسن ساوي هذا المشروع لدي عشت لحظة في المعهد العالم المسرحيه 2013 نعم واحدة من أقصى اللحظات في الحياة اللي ممكن إنسان يعيشها وهي أنا كنت عمي ولما نزل يمكن قضائف لا هي قبل هي عادية نعم هي ما تدنى عليها معنى عادية بس يعني يمر نعم لكن لما تم يعني قرار أمريكي بقصف دمشق نعم وموقع المعهد يعني سيصاب قولاً واحداً هو مستهدف حتماً فأنت أنا وقتها يعني قلق صرت تتخيل شو بدو يحصل شفت بنتي نعم جيت كانت بنتي بلبنان السماء سافرت لبرة جيت بالبيومين كانوا عم يهدد وكذا جيت وسلمت علي وإنه عادية ترلالا بلحظة هي بتحس البابا شباك غصيت يبدو أنا أو شغلي فمدري شو بتصير هيك كذا أنا عارفت أنه نجاي ودعها يعني فصرت تتشبس فيني لا أنا بدي روه خلص وأنا يعني حاسمة المهم أقنعتها بأنه لا وكذا وأبوكي ما بصير يرجع لورا لازم تفتخري بباباكي أبوكي بيخوفوا العالم شوي بيحمل حالة وبيروه ما بصير المهم رجعت بالموعد المحدد والذي لم يحصل لحسن الحظ يعني بالمعهد بسفر كل العالم أنا كنت بالعمال العمادة أنا كنت أفتح الباب الصبح لأنه كانوا يعني العمال يعني أحيانا ما يحصلوا ينصروا بكير يجي وأنا أفتح باب الحديد فوقت أنا قلت له لا اسمه يعني بلال عمرين وجه له تحيي موجود بالمعهد نروع لبيتهم هلأ وراح يتعلم كله الطلاب ولم يبقى أحد على الأطلاق أغلق الباب الحديد من الداخل وبعد بالرسيبشن وبعد الحالي وأنا أنظر هيك في المعهد وعنفكر كيف بدي أنقذ ملفاته لهذا المكان كيف بدي أنقذ ملفاته لهذا المكان كيف بدي أنقذ الأطابير تبعه كيف بدي أنقذه وم بدي أنقذه إذا تهيقنت يعني خلاص حسبت الأمر وكأنه سيقصف المعهد المتخص قراري أنا قاعد وقفل الباب على حالي وأنا قاعد عنفكر هيك بتبلش هيك تلوح يعني هاي الشخصيات تبع التاريخ المعهد من أول ما افتتحه إلى آخر والحمد لله هلأد بيقني لك المعهد بكل شيء بحياتي أنا أكل من إجرائيه هذا المكان أكل مكواعي أنا هون هندي ضربة براسي من وراء المعهد يعني أدي بتشوف على يعني سيرة ما يجري وما أصاب سوريا قدمت كثير من أعمال درامية وحتى بعض الأعمال المسرحية يعني أنا المسرح ما تسنال يشوفه بس بعض الأعمال الدرامية اللي يعني عكست الراهن أو حاكة الراهن أو خلفيتها يعني خلفية الحدث كان ما يجري بهم في سوريا هل ارتقى النص الإبداعي السوري إلى يعني مستوى مع أصاب سوريا؟ لا مش هم معم يعني كل التجارب بالعموم الحقيقة لا نعم يعني لم يرتقي في شي عامل درامي لفت انتباهك تبعته هيك بشغف أو بشغف أنا بالنسبة لي استاذاهي يعني أنا بالنسبة لي أرى المسرح نعم ما نو يعني ما نو جريدة ولا نو يعني حلقة أخبارية نخبر فيها يعني بالنسبة لي شيء آخر شوي وهذا الرأي قد يكون متطرف قليلا وبالتالي ما بحب قيم تجارب الأخرى بس أنا بالنسبة لي ما بشوف توصيف ما يجري هي من مهام المسرح بس لحتى تعلن عن وجهة نظرك السياسي وأنا بتقديري المسرح على الأقل بهذه المرحلة يعني لا يحتمل المنشتها نعم هو يحتمل شيء أكثر الحساسية تلفزيون شهدت أعمال يعني اقتربت من الواقع السوري أو حكت الواقع السوري والله أنا كتير يعني مؤثر برؤية المسلسلات أنا ما بشوف مسلسلات لأسباب عديدة يعني أخذ موقف من التلفزيون لا 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 مش مور يعني أحد العاملين فيه بشكل أم أبيت لا 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 ماني ماني أخذ موقف ما هيك الفكرة الفكرة إلا علاقة بالعمل بطبيعة عملي بطبيعة انشغالاتي وأولوياتي يعني عرفت كيف إضافة أنه بلحظات معينة في بعض الأعمال وأنا ما بعرف شو هي الشغلة يعني تطلع يعني بس أحياناً يعني يمكن بالصدفة كمان بفتاح يعني ما فيني بكمل خمس سواء يعني سواء كانوا مخرجين أو ممثلين هيك لما تشوف اسمه تشعر بنوع من المطمئنان يعني أو أنه بتشعر أنه العمل ممكن يكون على سوية جيدة يعني هلا هيك يعني أنا بتورطني هلا أنا كمخرجين يعني هيك بحب حساسيت لي تحجه كتير يعني هيك حساسيته بكيف بيبني المشهد بحبه أعتقد أنه سامر البرقاوي هيك بيعمل كادر كتير خاص وبيتأني ولديه حلول هيك أشعر كمخرج حلول إخراجية بظن ممثلين وممثلات يعني والله بدت تذكر لي اسمين تليتي معلي لابد منها إيه لابد أو البهارات تبع الحبار ببداية شغله لتايم حسان يعني أول ما تابع أبل الأخير مكير تابع إيه قبل الهيبة وال... ما بعرف مكير شفت الهيبة على كل الأحوال يعني بس شفت له بعض الأشياء القديمة بالحقيقة مدهشة يعني كان هيك ملفت و هيك استمتع بي برؤيان أنا مؤمن كتير بقدرات باسخ الخياط يعني كموهبة مؤمن بي بالسحر يلي بيعملوا يعني قصاي خولي هيك عند الآخرين من الحب اللي ممكن تشعر فيه دانا دانا مارديني مثلا ولاء العزام ستلة شغلات لطيفة يعني بقول لك تار هلا هيك بدي أظلم العالم لا نحن على سبيل المثال للحصر على مسؤوليتي أنا وش على مسؤوليتك لا لا لي مش كله أنا حضرتك كممثل جائزة أفضل ممثل بمهرجان قرطاج أي سنة 2017 على مسرحية ستاتيكو وأيضا بطهران بعشاء ميلاد طويل أول مسرحية أخذت على القناع القناع الذهبي عن العرض ككل ماذا تعني الجائزة للممثل خصوصا ممثل المسرح أهلا والله أنا يعني أنا مبسط فيها كتير لجائزة قرطاج نعم نعم بيمكن لأنه ما كن يعني أنا ما كتير عم أشتغل كممثل نعم فما كتير شاعر بأنه أنا عم ياخدني نعم المخرج غالب المخرج غالب والأكاديمي والقيادي يعني بأنه كيف قود الممثل يعني أكتر أخدني بالعمل الفني يعني وبالتالي لمن ستاتيكو كانت معمولة وكان فيه أشخاص آخرين يعني لما إجت السفرة حكما هي جمال شقير مخرج العرض يعني أنه بدكتون تشتغلو كذا وما كان فيه وقت بالحقيقة ونعمل له يا جمال أنا دوات تعبيري ما عادت بدي وقت يعني أنا ما عم أشتغل من زمان من أيام المهاجران أنا ما مستغل فيعني مبهل بساطة مهم بالحقيقة كانوا كتير المجموعة كلها يا تب جنبي ورائعين كانوا ساعدوني بأنه بظرف سريع يعني نعمله نعمله فلما أخذت الجائزة بالقرطاج أشعرت بمتعة غريبة يعني بالعصطة يعني بس بمتعة قناع الذهبي بطهران هذيك غير هذيك كمخرج يعني أنت إحساسك بواحد وستين دولة من العالم كانت مشاركة يعني من كندا الفيلم اللي كتير يعني سؤال كتير انطرح عليك بس لابد من سؤاله اللي هو مشهد يعني بفيلم سينمائي اللي هو الرابعة بتوقيت الفرداوس مشهد يعني ظهرت عاريا يعني كان مفاجئ يعني أن ممثل عربي يظهر عاريا في فيلم سينمائي أولا أنا أفتخر بهذا الفيلم لأنه أنا أعتبره واحد من الأفلام العربية الهامة بغض النظر عن مشاركتي فيه نعم إخراج محمد محمد عبدالعزيس استأليف وإخراج نوجه له تحية للفنان محمد فأنا بفتخر فيه وبعتز فيه لهذا الفيلم هاي من ناحية أنا بالنسبة إلي مؤمن مؤمن للعظم بما أكون فيه وعندما أؤمن بشيء أذهب إليه للأقصى أكثر جرأة مما يعتقد بعض بأنه أنا بدي يكون مسدق نعم بدي يكون مؤمن وأنا بيعتبره لهذا درس للآخرين يلي افترض بأنه هذا معيب بالواقع هو المعيب من يقوم بالارتزال صحيح من يقدم يعني أشياء بالتلفزيون هي مبتزلة بس هي لا تبدو مبتزلة هذا فيلم يتحدث عن شخص شعار بطاني دفع 18 سنين بالسجن من صديقه الشخصي يلي قال له أنا وشيت فيك فبلاحظة من اللحظات هو يعني يمزق يمزق طيابه البعض بيشوفه شلح طيابه ما شلح طيابه هو مزق طيابه الغاية ليست يا أستاذ ظاهي أنا فرجي يعني جسدي الجميل أبدا على العقس تماما هذا صار مثير بالنسبة للعالم يعني أما ما عندي مشكلة بي هاي ما بعتبره جزء من مشروحي للأسف دكتور سامر عمران الوقت معك انتهى بسرعة الأسئلة الأخرى سأجلها إلى لقاء يتكرر إن شاء الله لقاءنا مع عمال جديدي لحضرتك كنت حاب أحكي شوية عن كلية فنون الأداء بجامعة المنارة باللاذيقية وعن فن الإيماء اللي كنت أول من أدخلوا إلى معهد دمشق ولكن مثل ما عم نقول في لقاءة أخرى بإذن الله شرفت بيت القصيد أهلا وسهلا أنا شرفت فيكم وبجهلكون تحية يا أهلا وسهلا كل قناة المناة ألف شكر لكل الشباب اللي أمشتوا طبعا شكرا لفريق العمل شكرا دائما لمشاهدينا في كل أنحاء العالم نلتقيكم الأسبوع المقبل على خير بإذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة